في سياق منفصل شهدت معظم المدن التركية مساء أمس تظاهرات عقب صلاة التراويح تنديدا بالتضيقات التي تفرضها السلطات السنيني الصينية على أقلية الإيجور المسلمة في إقليم تركستان الشرقية ونظم المحتجون تظاهرة أمام القنصلية الصينية في إسطنبول شارك فيها العديد من منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوقية واتحاد شباب حزب العدالة والتنمية كانت أنقرة قد أعربت عن أسفها إزال أنباء التي تحدثت عن سعي السلطات الصينية لحظر الصيام على أقلية الإيجور التركمانية ومنعهم من أداء شعائرهم الدينية